يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى هشرفني وينورني واحد من أهم لعبي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم واحد من أهم لعبي الوداد المغربي هو كلاعب عربي اسم كبير الآن في المنطقة العربية عروض كثيرة لهذا اللاعب يتقلق بشكل رائع جدا مع الوداد لعب كان مولود في بلجيكا من أصول طبعا مغربية لاعب ستاندر الياج ولاعب أيضا في دينامو بخاريستا وعاد مرة أخرى للمغرب يتقلق الآن مع الوداد بشكل لافت جدا سواء في بطولة دورة أبطال أفريقيا أو في البطولة المحلية الاسم الكبير كابتن ريدا الجعدي لاعب خط وسط نادي الوداد مساء الخير مشرفني ومنورني مساء الخير على الجميع سعيد جدا بتوجد معكم هذا المساء يعني أنت واحد من الأسماء للآن جماهير مصرية تعرفها بشكل جيد جدا تقلق كبير وراع جدا مع الوداد مثلك مثل كثير من اللاعبين المغربة للآن جماهير مصرية تعشاكم بشكل كبير هذا أمر يسعدني كثيرا أن أسمع هذا الكلام وسعيد جدا أيضا بما أتقول لجماهير في مصر وجماهير الوداد وأتمنى أن أسعد جماهير الوداد أكثر من الجماهير المصرية بلقب دورة أبطال أفريقيا بداية بالتأكيد ببارك لك وبهنيك على الفوز أمام فريق سانداونز الفريق الصعب أمسكت مباراة في منتهى الصعوبة ولكن أنت وباقي زميلك قدمتم مباراة كبيرة تشرف كل العرب أشكركم كثيرا ولكن أود أن أقول أننا لم نفعل شيئا حتى الآن لدينا مباراة صعبة سنأخذها أمام الأهلي الصعب سيكون أمام الأهلي سانداونز نعم كانت مباراة صعبة لأن فريق دائما في التوب فورم ولكن نحن في الوداد قبل هذه المباراة تحدثنا مع بعضنا البعض وقلنا أن الفرص متكافئة وأن لا شيء صعب وأدينا كما يجب أن يكون أمام سانداونز كنا نتأكدون أن الكلمة على الميدان سوف تكون هي الكلمة العليا لمن يؤدي ومن يحترم الخصب تعهدنا على أن نفعل ذلك من أجل الشعب المغربي وأن نتأهل للشعب المغربي حتى الآن أدينا جزء أهم من المهمة أمام سانداونز ولكن لا أود أن أسمع التهنية الآن قبل أن نصل إلى مباراة نهائية ونخوض المباراة النهائية ضد فريق الأهلي سأصل بالتأكيد للحديث عن مباراة النادي الأهلي ولكن قبل مباراة سانداونز كان معظم الترشحات تذهب إلى سانداونز على ضوء ما قدمه سانداونز في البطولة هذا العام وليس على تاريخ الوداد الكبير قبل ما تدخلوا المباراة مع كل هذه الضغوطات كيف تعملتوا مع هذه المواجهة خاصة أمام فريق فاز على النادي الأهلي بنتيجة كبيرة في دور المجموعة في النهاية هي مباراة كرة خدمة تبدأ المباراة بالتأكيد نعلم ما الذي قدمه سانداونز منذ بداية هذه البطولة وفي كل الأحوال كنا متأكدون بأن الفرص متكافئة وأنهم وصلوا نصف النهائي ونحن أيضا وصلنا دور النصف النهائي كما تعلم في دور النصف النهائي في مباراة الخروج المغلوب تكون الأمور مختلفة عن دور المجموعة وتجميع النقاط هذا ما وضعناه في اعتبرناه حتى بعد أن انتهينا من المباراة الأولى في المغرب بالتعادل السلبي كنا نرى أن المباراة الثانية في بريتوريا هي مباراة أيضا نستطيع أن نتأهل منها بمشيئة الله ولم نستمع إلى أصوات الجماهير ولم نستمع إلا لصوت أنفسنا وريضتنا وثقتنا في أنفسنا بالتأهل للمباراة النهائية فريق الوداد من الفرقة التي تعرضت لأمور صعبة كثيرة هذا الموسم وتغيير أكثر من مدرب العادي في مثل هذه الأمور أن تغيير المدربين يؤثر على الفريق سلبا ورغم عن ذلك الوداد قدم مباريات كبيرة في دور أبطال أفريقيا تحديدا كيف فعلت هذا الأمر كلاعبين؟ من الوضع؟ بالنسبة لنا كلاعبين مسألة تغيير المدربين نحن متلاحمون كلاعبين بغض النظر عن مسألة تغيير المدربين الفنيين في النهاية كل مدرب يأتي وله طريقته وله أسلوبه ولكن الفريق نفسه لم يتغير اللاعبين نفسهم لم يتغيروا اللاعبون دائما هم لعبون من أفضل اللاعبين في المغرب ومستعدون للعمل مع أي جهاز فنية ومع أي مدرب وبأي طريقة يطلبها وإن شاء الله ستكون الكلمة العليا لنا في كذابلنكا نذهب لي مواجهة النادي الأهلي في نهاية دوري أبطال أفريقيا الوداد والأهلي اعتادوا في آخر سبع مواسم الوصول للمباراة النهاية إلا في استثناءات أكبر فريقين في القارة الأفريقية في مواجهة بعضهما مرة أخرى في نهاية آخر لدوري أبطال أفريقيا كيف تنزل هذه المواجهة الكبيرة أمام النادي الأهلي الكبير كما تعلم هما كبيران في أفريقيا الأهلي والوداد بالتأكيد هما فريقان كبيران وبين الطبيعة أن نرهما في المباراة النهائية الوداد أيضا فريق كبير حينما نصل لمباراة النهائية كما نقول أن الفريق الذي يصل للنهاية بالتأكيد هو فريق يستحق ونحن من سيفوز إن شاء الله بهذه المقابلة النهائية على دوء رؤيتك لمباراة النادي الأهلي السابقة هل ترى بحسب ثقتك الآن في الانتصار أن الأهلي قد يكون منافس سهل للوداد في المباراة النهائية هل هي مباراة مضمونة بالنسبة للوداد زي ما أنت بتقول أننا هنكسب في النهاية لا لم أقل أن الأهلي من السهل أن نهزم الأهلي الأهلي هو فريق كبير كما قلت وله مننا كل الإحترام سوف نحترمه على أرضية المدان بالتأكيد يجب أن نفعل كل ما في طاقتنا يجب أن نفعل كل شيء في هذه المباراة البذل أقصى موجود هو فقط ما سيجعلنا نحمل الكأس ولا شيء آخر إن شاء الله لعبته سانداونز على ملعبهم ونجحتم في التعادل إجابيا 2-2 والانتصار في النهاية والصعود للمباراة النهاية تلعبون مع النادي الأهلي مباراة الزهاب على ملعبه على استاد القاهرة وسط استاد غالبا سيكون ممتلئ بالجماهير المواجهة في هذه اللحظة ستكون أصعب من مواجهة سانداونز في كل الأحوال هي مباراة نهائية كما تعلمون والأهلي لديه العادة ومعتاد على أن يلعب المباراة النهائية لعبوه يعلمون جيدا هذه المواجهات الأهلي فريق كبير ولعبوه لديه الخبرة نحن أيضا كذلك نعرف الطريق إلى المنصة ونعرف الطريق وكيف نلعب المباراة النهائية وخاصة خارج ملعبنا ولكن لا تنسى أن مباراة العودة ستكون في كازابلانكا كل مباراة لها حسابتها المدرب والجهاز الفني واللاعبون كل شخص مننا له مهمته وفي النهاية سوف تكون مباراة نهائية على ملعبنا وسط جماهيرنا منذ تأهل الوداد للأدوار الإقصائية هل توقعت أن الوداد يصل للنهاية هل توقعت أن الأهلي سيكون الطرف الثاني فيه النهاية الأهلي معتعد على الوصول إلى النهاية بالنسبة لنا كنا نأخذ المباراة بمباراة كنا نفكر في مباراة كل يوم على حدة اليوم نحن في النهائي لدينا المباراة النهائية هذا أمر هام جدا نحن متلاحمون الآن ومتوحدون خلف هدف واحد لأننا نعلم أنه لدينا مباراة صعبة جدا ضد خصم اعتاد لعبة المباراة النهائية هل تتابع الكرة المصرية هل تتابع النادي الأهلي تحديدا ونجوم النادي الأهلي ولعبي النادي الأهلي أي من اللاعبين في النادي الأهلي تعرفهم جيدا على مستوى اللعب والأداء في المباراة السابقة لعبت ضدهم المباراة الموسم الماضي في النهائي لا أعرف أحد منهم بشكل شخصي ولكن كلاعبين نعم أعرفهم كلاعبين وكفريق هم فريق كبير كما قلت طيب أي من اللاعبين تعرفهم تحديدا في النادي الأهلي معجب أداءهم مع النادي الأهلي أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين لديهم الخصائص الفنية الجيدة وليس لعب واحد لديهم لاعبون جيدون في كل الخطوط وعلى كل الجبهات من الصعب أن أحدد لاعب بعينه لأن الفريق كله يتمتع بخصائص فأنها جيدة عايزة أخذك فيه جزئية أهمة جدا تخصك بشكل مهني جدا وهي الانضمام للمنتخب المغربي علاقتك أكيد جيدة مع وليد الكراكي مدربك السابق في الوداد والمدرب الحالي للمنتخب المغربي هل هناك مشروع أو احتمالية تواجدك في المنتخب المغربي الآن منتخب المغربي له جماعير في كل الوطن العرب بعدما أقدم أداء كبير جدا في كأس العالم ممكن نشوفك قريب مع المنتخب المغربي في كل الأحوال منذ وصولي إلى هنا إلى المغرب والتحقيق بفريق الوداد كوني مغربي هو ما قادني إلى المغربي التركيزي الآن مع فريق الوداد وبالتأكيد أفكر وأحلم بالانضمام إلى المنتخب المغربي وأعلم أن المنافسة صعبة ملعبين يلعبون في مركزي في فريق الوطن المغربي ولكن أنا أبدل كل ما أستطيع أن أبدله مع فريق الوداد لكي أتمكن مستقبلا إن شاء الله من اللحاق بالفريق الوطني المغربي بشكل عام كمغربي هل ما قدمه المنتخب المغربي في كأس العالم الماضية بالوصول للمركز الرابع كان استثناءا أم ستكون قاعدة في المشتابل ويصعد المغرب دائما لهذه الأدوار المتقدمة في كأس العالم ليجب أن نعمل يجب أن لا نتوقف عن العمل هذا هو ما أؤمن به لدينا الآن علينا الكثير من الضغوطات بسبب ما قدمناه في المونديال الأخير في قطر ولا يجب أن نغطر بما قدمناه في قطر أمامنا دائما طريق طويل من العمل أن نكون من بين الكبار كما حدث في قطر هذا يأتي فقط عن طريق العمل وبالنسبة للمستقبل نعم لما لا لنكون من دائما الأربع الكبار في المونديال القادم كابتن رضا الجعدي لعب خط وسط نادي الوداد المغربي وأحد أفضل اللعبين العرب ولعبي بطول الدوري أبطال أفريقيا أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة واحد من أهم اللعبين تشرفنا كثيرا في تلفزيون المصري برنامج رقم 10 في استقبالك بشكرك شكرا جزيلا